بسم الله الرحمن الرحيم. انا بيكم في كناة تفسير احلام والرجعاء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية تكرار شخص احنا او تكرار رؤية شخص احنا بنحبه في المنام. هنتكلم عن تكرار رؤيته. هنعرف عم التفسيرات المتعلقة بي. اولا لما يشوف الشخص يعني يشوف الرأي شخص اه كتير في الاحلام. احيانا بيدل على اه يعني حديث نفس او اه من قدرة من قدرة تفكير فيه. اه كمان احيانا لما نشوف ان في اه شخص احنا بنحبه وبنشوفه في المنام. فاحيانا بيدل على علاقة فيها ود وفيها اه محبة وفيها تفاهم اه بين الطرفين. لما نشوفه انه جاي اه منشوف شخص احنا بنحبه جاي في المنام بمظهر كويس كي مبتسم ملابسه آآ آآ نديفة آآ كل وجاي سعيد كل دي من الرأي اللي بتدل على قدوم خير وكمان على قدوم آآ سعيدة. والعكس لما نشوفه ان هو جاي حزين او جاي وشه مكشر او جاي بملابس غير لائقة غير نظيفة. فالاسف كل دي بتدل على مشاكل او على آآ هموم. آآ كمان رؤية شخص احنا بنحبه في المنام آآ قصرة رؤيته. آآ احيانا بيكون من الفراغ او جود آآ دزيجة فراغ عاطفي للرأي. آآ او جود آآ مشاكل في حياتها آآ فبتهرب من المشاكل دي برؤية شخص هي بتحبه. او شخص كانت بتتمنى ان هي تتكلم معي. آآ كمان لما نشوف الشخص اللي احنا بنحبه ولكن نشوفه انه هو بيد جهنة في المنام. رؤية الشخص انه آآ بيد جهنة فاحيانا آآ بيدل على وجهنا في ازمة آآ ممكن الازمة دي لو كانت فيه علاقة آآ فممكن دل على ازمة ما بيننا او آآ مشاكل او انفصال آآ ما بين الرأي ما بين الشخص ده. آآ كمان آآ رؤية الشخص احنا بنحبه ونشوف ان احنا بنكلمه. فاحيانا بيدل على آآ قرارات اللي رأي عايز ياخدها ومحتاج ان في حد يشاركه في القرارات دي.